موسيقى ببدأ لقائي معاكم عن السلوكيات وكيفية استعادة أخلقنا ومبادئنا اللي كنا عمرنا ما بنتنازل عنها تحت أي ظروف طبعا معايا خبيرة أستاذ العلوم السلوكية والإتيكت والبروتوكول دكتورة ميسون الفيومي أهلا بحضرتك معنا أهلا بحضرتك وحضرتك طيبة وخير أستاذ مشاهدين جميعا يعني إحنا كشعب مصري مشهورين بأخلقنا والشهامة بتاعتنا والجدعانة والأبواب كانت مفتوحة الجيران مع بعض بنت جرنة وبنت الحي بتاعنا مش جرنة بس السحال حد يبص لها ولا يجرؤ ان هو يقرب منها كان عندنا قيم كأننا كلنا أجدادنا بقى كانوا متفقين عليها دلوقتي الأمور اختلفت للأسف اختلفت للأسفق بصورة سلبية مش عازي أقول طبعا كل الناس ما فيش تعميم أبدا لكن إحنا بنقول إنه ظاهرة ملحوظة كلنا ملحظينها عن التحرش عن التعاملات اليومية عن بقى لو عادنا نقول حنقول حاجات كثير قابل ففي رأي حضرتك كخبيرة وعلى أرض الواقع بتشوفي حالات ولمسة تغير ده الأسفق خلينا نتفق زي ما حكت ذكرتي أن البنية الاجتماعية للمجتمع المصري اختلفت تغيرت تماما لأنه إحنا زمان كان عندنا قيم ومبادئ ومازال لحد هذه اللحظة عندنا نفس القيم والمبادئ والأخلاق الحلوة زي ما حكت ذكرتي بس هي متغطية متغطية بسبب عوامل كتيرة جدا ليه بقى؟ لأن خلينا نقول أن الحياة زمان كانت الحياة كلها تلفزيون المصري بس كنا بنتفرج على القناة الأولى والتانية والتالتة وكان كلنا يعني مثلا بيتفرج على مسلسل على جميع محافظات جمهورية مصر العربية وبمسلسل واحد ساعة سبعة وربع كلنا بنتفرج عليه كان بيدخل الميديا عندنا في بيوتنا بيدعم ويعزز الأخلاق فلما كنا نشوف حاجة غير لائقة كان أوتوماتيكلي من خلال الدراما المصرية أني ده مرفوض فأنتي مش هتقبليه فالطفل الصغير بتربع لأنه ده مرفوض فبيخزن في عقله الباطن أني أنا مش أقدر مثلا عاكس بنت جراني لأنه شايف مثلا مسلسل بيقول له ما ينفعش شايف مسلسل بيقول له أني لما تبقى فيه ستة كبيرة أو رجل كبير وانت في أوتوبيس أو كده هو مقاعد فهو بتحززي ده ده بنسميها التربية الغير مباشرة أني مش لازم تقول له افعل ولا تفعل هو لما بيشوف ده أوتوماتيكلي بيحصل إيه بينعكس على أفكاره وأفكاره بتتأثر على سلوكه يبقى احنا أول سبب في التغيير اللي حصل أن احنا كان الإعلام ليه دور جامد قوي والبرامج اللي بتوصل لبيوتنا والقيم اللي كبته بس عن طريقها كان الإعلام والبرامج عارفين بيقدموا إيه وقيمين بدورهم صح وكان التلفزيون مصري فقط زي ما حضريك بتقولي مش قنوات عديدة السموات مفتوحة بالطريقة دي ما فيش سوشال ميديا وقتها وحضريك بتقولي دايما والدراما حضريك بتقولي المسلسلات دراما لها تأثير جامد قوي على فكرة الدراما بتخش في تشكيل وجدان الطفل من هو طفل صغير لحد ما بيكبر الدراما اللي بيتلقاها والمشاهدات اللي بيشوفها والمواقف معينة بيتلقاها فبتدخل جوه وجدان تكوين شخصيته فبتأثر شخصيته باللي بيتلقاها وبعدين كان ايه كتل أسرة بتغرس قيم تروحي المدرسة بتكمل تبصي على الدراما مسلسل ساعة سبعة وربع أو كده بتكمل فالطفل محاصر بمجموعة قيم ومبادئ من هو طفل صغير سواء هنا أو هنا أو هنا يروح المسجد أو يروح الكنيسة بتكمل فكان عندي منظومة متكاملة كان عندي منظومة متكاملة فلما فقدنا المنظومة دي بقت كل واحد بروح فيها اتجاه يعني ممكن حاجة مثلا تلاقي طفل انت مربيها كويس جدا وانس انو جي دخل كي جي وان بعدين تقول ابتدائي على تانية تالتة ابتدائي مش ده ابنك مش ده اللي انت ربتين تأثير دائما أقل من العالم الخريج طبعا علشان كده الأسرة الزمان كان بيبقى عندها وقت أكتر احنا مش بنتهم الأسرة لأن الظروف اختلفت والأم بتشتغل والأب بيشتغل وصعب بيسافر لكن الأسرة كان عندها الوقت وكانت الأسرة بتبقى مرأبة الصدقات بتاعته عارفة أهل أصدقائه قسو كان بيصاحب مين ابن جرانهم أو في النادي ما انت بيراحها مع جرانك النادي فكانت فيه ترابط أكتر دمام واخد يبالك برضو من نقطة خطيرة جدا احنا فقدنا كبير العيلة زمان كان فيه كبير عيلة لما يحصل مشكلة فيه حاجة ابنك عمل حاجة بيقعد معاه بيتكلم مع هل دلوقتي العائلات بتسمح للعم انه يتدخل أو رقال انه يتدخل لا طبعا بيعتبروه تدخل وانت ملكش علاقة وملكش علاقة بولادي طب ما هو خلهم يعني وده عمهم فالمفروض كانوا ده كانت بيكملوا يعني كانوا بينصحوا بيبقى لهم دور كبير العيلة في المشاكل حل تاني حل تاني لما الأب والأم بيعجزوا بلجقوله يعني ممكن حد يتكلم مثلا أنا ممكن بنت أختي تتكلم معها في حاجات مدرجة تقول للمومتها تمام فين الأدوار دي ما الأدوار دي كلها اختفت يعني بقت الأسرة مع نفسها وسيبين الولاد غصبا عنهم زي ما حذرتك ذكرتي الأم بتشتغل طب هي مش قاعدة متابعة بنتها أو ابنها بيقعدوا وتفرجوا قبل عشر ساعات على الميديا ويقلبوا على القناة وساعة خد يبارك هو بيقابل ده وبيقابل ده بيمسك مسلسل دلوقتي خلاص أنت المسلسل ممكن تخلصي في يومين 30 حالة بتخلصي في 3-4 أيام عادينا 24 ساعة بيتفرجوا على المسلسل بطلع موقي خلاص اتغذب كما أفكار خلينا نقول كمان حضرتك بقى ما نتكلمش عن الدراما المصرية لا ده العربية كلها ده خلينا بقى نتكلم على الدراما الأجنبية والهندية والأب الزبط والهندية والتركية وخالي بالك إن حضرتك الدراما الأجنبية مش بيعملوا حاجة بدون أهداف معينة هما متعمدينها وأفكار يعني فيه غزو وغزو الفكر والأفكار ده أخطر غزو طبعا هو على فكرة احنا عندنا غزو فكري غير عادي للفتيات والشباب من أول سن المراهقة لحد ما بيوصلوا 25-26 سنة لأن أنا من خلال عملي يعني بشوف الطلب عندنا في الجامعة وكده لا يعني الطالبات بالذات بتنخدع بالدراما الهندية والدراما التركية وبيتقبلوا تقاليد وعادات مش بتاعت مش بتاعت العادات بتاعتنا الحلوة يعني اللي هو البنت فيها خجل بنوتا يعني فهمة دلوقتي أنت تعودت الكلمة مع أي حاجة تحسي أنها ممكن تتكلم معاك في موضوعات أنت لا يمكن أنت في سنك ده تتكلم فيها وتتنقش فيها هما بقع يعني انفتاح بزيادة عن اللازم بيتكلموا بشكل في كل شيء هما الدنيا عندهم مفتوح مش دينا نحن ما كانش عندنا الدنيا كده هما دلوقتي لو أنت اديتها معلومة في الدية هتفتح تدخل على جوجل وتشوف دي ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه وتجيب خبر كذا هتدخل على أي حتة هتعرف تجيب الخبر وتجوب مسلسل عايزة تتابعه ليه أشوفه دلوقتي لأ ما أنا ممكن أشوفه بعدين لما بقنا فاضية أنا أعده ثلاث تيام أربع تيام عشان نخلصه الخطورة في ايه الخطورة أني لو ما فيش متابعة من الأسرة ما هو مرضو مهما كان أنا انشغالي مهما كان أنا انشغالي سواء أم أو أب أنا مبلومش للأم ولا الأب هما لاتنين شراكة في التربية لازم يكون فيه ركابة على الطفل والصح الصح أن الطفل ما يمسكش موبايل أتليست لحد ما يتم ست سبع سنين ما يمسكش موبايل خالص ما يمسكش موبايل خالص من أول الكارتون الكارتون دلوقتي بقى خطر مش بريء يا جماعة لا الباب بالذبط لا ما بقاش بريء يعني ما احنا شفنا يعني شفنا تتبعنا في الفترة الأخرانية زي الكارتون في ديزني وكده أخد اتجاه مش بتاع تقاليدنا ولا بتاع عددنا ليه فردين علينا أن احنا نقبل تقاليد مش بتاعتنا وعداد احنا ما تربيناش عليه ولما تيجي تربي ولادك أو تقولي طلبة سواء في الجامعة أو في المدارس أني ده ما ينفعش بتلاقي هجوم من الطالب بإمامة منك رجعية وده مش رجعية لأن ده اللي بيبني المجتمع أنت الأسرة نواة المجتمع لو الأسرة صلاحة المجتمعات كلها تصلح بس حضرتك الأسرة حتى لما بتحاول تقنن استعمال الموبايل أو تقنن المسلسلات والدراما اللي الولاد تحت سن المراهقة اللي هو أخطر سنه وسن المراهقة اللي هو بيتبني عليه بقى فيما بعد حضرتك خلاص السيطرة صعب مش أي أهل بزر السيطرة بس علشان كده نعمل إيه نشوف البدائل إيه البدائل إن أنا نادي ويلعب رياضة يعزف موسيقى ما سيبلوش مساحة من الوقت فاضي لأنه لو راح المدرسة ورجع من المدرسة اتغذى وجري ولبس وراح النادي يلعب في النادي شوية وبتاع رجع يا دوب هيقعد شوية عبارة ما يتعشربت أول نفسه خلاص عايز ينام تمام فأنا ما سيبتروش مساحة من الوقت إن هي إنه ألا خليني أنا مسكة الأربعة وعشرين ساعة مسكين مبيلات قدام المبيلات أو بيتفراجوا عليك أسأل حاجة على ففرة ممكن يجي لهم توحد غير كده بيبقوا مش اجتماعيين يعني دلوقتي مثلا لو بصينا وشوفنا حالات كده كتير جدا بمعنى إنه ممكن الطفل يكون صغير تعالى نخرج ومش هايز يخرج ولا عايز يقابل جيران ولا عايز يقابل أرايب ولا عايز أي تجمعات ولو راح هيبقى ماسك المبيل إنت بتبقى قاعدة وبتتكلمي وأطفال بتلعب أو لو كده هو ماسك المبيل وعايش حياته مالوش داع ظاهرة مدمرة 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 للعقل إن أنا لما لقي وقت أنا واحدة بشتغل والأب بشتغل وما بصدق أعود عايز أعمل صداقة وحور عشان أفهم الأفكار اللي جوا دماغ ابني أو بنتي عادينا على الموبايل يعني عادينا على الموبايل حتى في الوقت اللي أنا ما صدقت أخصصه قاعد معهم فيه لا أنا زي كده أنا يا جماعة سايباكم طول النهار بس تعالوا دلوقتي إحنا أسرة هنقض مع بعض ممكن نجيب برنامج زي زمان أنا كانوا أهلينا بيجمعونا على العلم والإيمان اخترناه لك نادي السينما كنا بنتفرج على الحاجات دي مع العيلة كالتجميعة متعمدة من أهل والأسرة جميلة إن أنا أجمع قدام برامج معينة بالزبط وبعدين خدي بالك من حاجة خطيرة جدا أنا ليا بعد من أصدقاء يعني تحسي أن كل قودة نوم فيها تلفزيون بقولها لي مع أن كده ابني مش عايز تتفرج على المسلسل ده هيروح يتفرج على حتة تاني طب ما نقعد كلنا مع بعض على الأهل أنا شايفة بيبصوا إيه وبيتابعوا إيه لكن ده الواحد وده الواحد وده الواحد وبعدين ترجع تشتكني ولادك مش حواليكي طب ما نحن ممكن نتجمع على أي برنامج وبعدين بتبصي حتى على برامج الأطفال لأنني ما بقاش خلاص ما بقيتش برامج أطفال زي ما حضرتك تكرمتي وذكرتي إنها بريئة لا ده أنا دلوقتي حتى المحتوى اللي بتقدم للطفل محتاج مني متابعة لا محتاج مني مراجعة كمان أعمل مدائل بقى طبعا المسؤولين بقى عن يعني دراما المسؤولين يعملوا فن مقابل هي عارفة حضرتك هي المفروض تكون أقوى سواء دراما لكبار أو الكارتون يعني هذك لو بست دلوقتي فعلا على البرامج في التلفزيون فين البرامج بتاعة الأطفال العمصرية العربية فين فين البرامج اللي بتخاطب الشاب في أول ما بتدي سن المراهقة فين ده مش موجود إيه اللي بقى بيتصدر البلطاجة المسدس السكينة إن انت لاخد حقك بإيدك كما لو كانت الدولة ما فيهاش قوانين فأنا بشوف مثلا ساعات مفنان أو كده طالع بتسريحة شعره معينة بقول بكرة وأنا رايح أقدم وحاضرة هشوف الطلبة عندي قصة شعرها نفس الطالب وفعلا بروح على يوم قصين قدوة واخدين قدوة ما هو مش ده اللي تصدل للطالب اللي تصدل للطالب دلوقتي كله بقى بيجري ورا إيه إني أعمل أي حاجة جيب فلوسه خلاص بغض النظر شرعية الفلوس دي إيه عملت إيه عشان تجيبي الفلوس دي وشايف ناس تانية بالبلطاجة ممكن تبقى مالتي مليونير طب ما أنا أتأخذ نفس الاسلوب ده عشان أنا عايز أتجاوز سهل أسهل طريق لأنه كمان فعلا الجيل ده بقى مستعجل مستعجل ما عنده الصبر عايز يجيب 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 وما بقاش فيه حاجة من كتر المغريات ما بقاش فيه حاجة بترضيه يعني ديه حتة خطيرة جدا يعني اللي يمسك مثلا موبايل أحدث موبايل بعد سنتين والغيرين تصدير الاسلوب والمنهج الاستهلاكي البحث اللي هو ما فيه سقف ملوش نهاية دي حقيق انت كل ما بتوصلي أنك تجيب لهم حاجة هو على طول فيه الأغلى والأعلى بينزل حتى أقل من سنة أو كل سنة دي حقيق دي حقيق دي حقيق دي حقيق دي حقيق دي حقيق لو جريتي مش هتلاحقي وبعدين لو ما يجي بقى تتعوديه على كده لما هو لما يخرج للحياة ويجي يشتغل هيلاقي نفسه المرتبه مش هيقدر يجيب اللي ماما وبابا كانوا بيجيبوه فيه تحصل له هنا صدمة ليه بقى صدمة اننا مش تعود على حياة معينة المرتب دي يضب على قد المواصلات المرتب ده ما يجيب ليش مثلا لو هقعد مع صحابي عفق أي كافية واخدها باك لأن زمان دلوقتي ما شاء الله شوارع مصر ما فيش شارع ما فيش كافية ما فيش ده تحت الكباري بقت كده يعني كما لو كانت الحياة كلها احنا فضينا 24 ساعة نروح نعود من كافية كافية تمام فين دور النوها دي ما بقاش مش بناخد بقى من الدول الأجنبية انه هم الشغل و كمية العمل شغل أثناء الأسبوع على مدار الويك دايز وبيستنوا الويك آند ده علشان بس يناموا أو يقدروا يخرجوا يتفسح يتفسح لكن على مدار الأسبوع شغل يعني شغل وكل الدنيا في تلك البدري للأسف الشديد بناخد منهم موضة الحاجة الموضة اللي ما تناسبش البيئة المصرية والبيئة العربية تمام وبعدين تيجي مثلا تشوفي أنا بشوف عندي طلبة عاملين ضفاير مسرحين شعر وعمل كوتيفال من وراء حطت سرتات كده من قدام طب والله ساعته هو ماشي متضار بقوله أنا مش عارفة زكت بنته ولا ولد فقوله ليه عامل كده حرية شخصية هل دي حرية شخصية طب ماما و بابا فين يعني ماما وهو خارجة شايفتك أنت خارج يعني في السن معين تقوله بابا وماما فين بالضبط يعني المفروض على فكرة لو ابني حتى عنده عشرين سنة وشايفة أني ده مش طبيعي المفروض يبقى لي دور أني أنا أمنع ده أني أنا أرفض ده حتى لو هو عمله بس يبقى فاهم أن أنا رفضاه يعني أنا مش قادر أسيطر علي بس لازم يبقى فاهم أن أنا رفضاه أن أنا مش قبلاه لأنه لو أنا قبلاه معادي أنا أقبله وغيري قبله وغيري قبله ليه بقينا ماشيين في طريق أني علي قبول الوضع لما هو عليه وتأقلمي فيه لأنا مش عايزة أتأقلم لأنه لا يناسب تقاريدي ولا بيئتي ولا يناسب ديني ولا يناسب تربتي لولادي وانا مش عايزة شوف أولادي للأفضل دلوقتي كلهم بيكرنوا نفسهم ببعض يعني مثلا تيجي تقولي لبنتك أنا شفت أهالي معرفش يعني ستة بتدائي طب بنتك في أصل النهاردة آخر يوم في الامتحانات فهي هتروح للمدرسة بص هيجي أخدها سبعة وربع هتروح المدرسة هتخلص الامتحانات تخلص على واحدة فأهدت لها مع صحابها يروحوا مول عشان هيتغدوا ويلعبوا ومعرفش إيه وبعدين يروحوا الزنمة وأنا ان شاء الله سأعشرة بليل هروح أجب يعني أنا أسيب بنتي في تستة بتدائي من سبعة وربع لعشرة بالليل مفيش عليها أي ركابة أنا معرفش يبتعمل إيه معرفش بممكن خدي بالك بنتي زي الفل في عاش حاجة خالص بس أنا معرفش إيه اللي ممكن تتلقى في الفترة دي كلها يؤثر على تفكرة لا هو حضرتك كمان أنا هنا بوصلها بطريقة غير مباشرة إن مسموح لها لما تجبر بقى ما هي اللي جات عشرة مش هتجيني بقى ساعدين يعني اللي هي في ابتدائي مش هتقف على المول والسينما والل لا مفي تطور بقى مش هقدر ألي أقول لأ بعد كده ما هي بقى دي مشكلة اللي بتجيني أقول لها أنت عودتيها من وهي صغيرة إن الدنيا مفتوحة إن عادي جداً تقعد عشر ساعات برا البيت أنت متطمنة إنها في مول هل مش في المول ما بيتعرضوش ساعات لتحرش ما بيتعرضوش لمواقف سخيفة ملهاش معنا طب أنا ليه أحط بنتي في مواقف ملوش لازمة فلازم يكون في ركابة مش ركابة إن أنا افعالي اعملي ده وما تعمليش ده أنا بحميها يعني بحميها من الخطر الخارجي طمام ولازم نرجع تاني نعزز بقى القيم الحلوة أنا عايزة بقى يعني اقتراحات للحلول أنا فهمت من حضرتك إن لازم تبقى أو حضرتك قلت منظومة متكاملة الأسرة لوحدها مش كفاية ابني وبنتي هتطلعوا برا كل ما يكبروا هتطلعوا برا أكتر هتأثروا بمؤثرات خارجية طيب الحلول إيه؟ في ظل هذا العالم والغز والفكري والانفتاح الحل إيه؟ في المقابل نقاوم إزاي؟ يعني زمان كنت حضرتك تقولي مدرسة ومدرسين ودراما وإعلام وأسرة وكبير العيلة نرجع بقى دول إزاي ما احنا يعني لا هو مش هنعرف نرجعهم خلينا على أرض الواقع يعني احنا في علم النفس بنقول أن أخطر مراحل تكوين شخصية الإنسان هي الخمس سنين أو لحد زي ما رسوه على الصلاة والسلام السبع سنين الأولى في حياته هم دول اللي بيشكلوا الإنسان تخيالي لو دول تشكلوا الإنسان صح ممكن لما يبقى عنده سبعين سنة هيبقى صح لكن لو دول فيهم خلل هيقدي بيا مراحقة فيها خلل مرحلة الشباب كلها يعني أفكار مش تمام وهيكمل حقيقة لكده يعني نقول كمان لغاية 12 أنا بعرف السيطرة في الوقت الحالي ده لحد عشر سنين أنا بعرف السيطرة مش سيطرة مش سيطرة أنا مقصودش سيطرة بس اللي هو إيه اللي هو أبني الأساس أبني الأساس إيه بأبني الأساس صح؟ أني لازم الطفل من هو صغير سواء ميسيحي مسلم أو أي إن كانت ديانته لازم يتعلم الحلال والحرام يعني ده صح وده ما يقول صح والغلط ده ربنا يرضى عليه وده ما ربنا ما يرضاش عليه في تصرفات غلط بس أنت لازم تغلط معاكبوش على الغلط بالعكس أنا ببقى مبسوطة لما بنتي أو ابني يغلط وهم صغيرين ليه؟ لأني بقولوا كل ما هتغلط كل ما هتتعلم أكتر لعني لما يحصل ده قدامك هقولك في كذا في كذا في كذا بنتي هقول ما ينفعش أن أنا مريش دعوة بالولاد أنا دلوقتي ساعات بتفرج على مسلسلات مصرية ومسلسلات عربية حقيقة بشوف لغة الحوار ما بين الإبن والأب أو ما بين الأم والبنت معلش يعني إذا ده مقبول أني ابني يكلمني كده وبعدين معلش أنا أسفة هو إحنا ليه مصرين على اختفاء كلمة ماما وبابا يعني أنا بشوف أني أحلى كلمة لأي ست أو يعني إمرأة يعني ماما واللي بالنسبة للأب لما يسمع كلمة بابا يعني بابا يعني لزي بقى اسمه مثلا أحمد مودي لا يعني أنا بشوف أنه مش ده مش طبيعي مش طبيعي لغة الحوار ما يبقاش فيها تقدير ولا احترام لا للأم ولا للأب وأنا طفل الإبن الصغير عنده خمس ست سنين قاعد بيتلقى ده من خلال مسلسل احنا بنتفرج عليه ما هو فيما بعد ما هيكلمني بنفس الطريقة وشايف أن ده عادي تمام فهي منظومة متكاملة اللي نغرزه في المدارس المدرسة لازم ترجع لدورها الأساسي بأنها كان فيها تربية أخلاقية فعلا من غير ما وإحنا كنا بناخد المدرسين قدوة بسلقهم بطريقة تفكيرهم إزاي كانوا بيوجهونا للمستقبل إنما دلوقتي مش دور المدرس أنك تديني داتا أو تديني معلومة وشكرا لا بس حضرتك برضو إحنا لو نلاحظ إنه بقى في وعي إن عندنا مشكلة ودي مدام اعترفتي مدام المؤسسات والدولة اعترفت إن في هنا مشكلة وإحنا بالنقشة هو في الإعلام لقينا الدراما اختلفت حتى ابتدت فعلا السنة اللي فاتت لو تخدي بالك إنه الدراما في المسلسلات اختلفت وده كنت بحاجة بسطانة لو فدلنا بقى كده عشر سنين صدقيني بكلمك بجد عشر سنين ما يتلقاه الطفل من مسلسلات إنه بيعزز القيم الإيجابية والقيم الجميلة اللي تربينا عليه عجبني عشر سنين عشر سنين لا لا حضرتك الكبار هيتغير والصغيرين هيتغير أي موضوع مرتبط بالوعي فعلا هو بيخد له بالعشر سنين لا صح والعشرين سنين عشان ألاقي قضية الوعي دي قضية خطيرة جدا لأن إنت مشكلتنا في إيه في الأمراض حتى النفسية وفي التعاملنا مع البشر وفي تعاملنا باللي بنقبله ولي بنقبله درجة وعيك وده ما عندوش وعي وده ما عندوش وعي الحياة تخرب لكن لما يكون فيه عندك درجة وعي عني أن فيه خطر ما هو أنا لما أشوف ناس بتدعو لحاجة ضد أخلاقنا ما هو ده والد إنها تأثر على ابني في المراهقة والد إنها تأثر على بنتي في المراهقة وتقولك إيه المشكلة ما دي حاجة طبيعية العالم كله ماشي في الاتجاه ده ليه إحنا نمشي كده لا لأنه ضد تقاليدنا وضد دنا وضد عادتنا وضد أصول اللي مفروض نترب عليه لكن لو في دنا بقى فيه برامج للأطفال عربية مصرية وعربية إحنا عايزين عندنا كتير عايزين تبقى بقفر جدا جدا وإزاي تعززي كسس مثلا من الأنبياء سيدنا المسيح أيسى موسى إيه الحاجات اللي كانوا بيعملوها اللي وأنا بتفرج في الآخر بتدخل عندي خدي بارك من أخطر ما يكون صدقيني صدقيني أخطر حاجة بتشكل أفكار البني آدم ما يتلقون من خلال دلوقتي السوشال ميديا والمسلسلات والدراما ده أكتر حاجة هي أكتر من تأثير الأم والأب شفنا شفنا إزاي عمالين نتكلم عن الانتماء ونعمل أغاني ونعرف الناس تكم التضحيات اللي بوزلت عشان الشعب المصري ده وعشان بلد تكون زي ما هي دلوقتي الدراما أول ما عملت مسلسل أو فيلم أو شفنا تأثيره شكله ازاي وعلى فكرة الناس عايزة كده صدقيني الناس عايزة كده يعني أنت كأم وأنا كأم لما بنيجي نتفرج على مسلسل كل الناس قاعدة كل الناس ما هو فيه قيمة القيمة دي بتخليك أنك تحب بلدك تحس بالدور اللي الجيش والشرطة بيعملوه تحس بقيمة الحاجات دي فيه ناس مش دريانة بالحياة هي فكرة بس المسلسلات وغالسه ورأسه وشربه والناس أغنية بالضبط مسيطرة للأسف زمان كنا الكتاب دانيا روح مكتبة وشري كتاب وأقرأ والهوايات والاهتمام بالهوايات كان واخد وضعه وكان كله أسرة مدركة أهميته وفيه لغاية دلوقتي خلينا برضو نقول أنه معلش فيه أسرة بتكتهد وتتعب وفيه توقع وفي أمهات على فكرة حياةهم كلها لولادهم بشوفهم كل الحياة وبعلمه قرآن وبعلمه إنجيل ولازم يبقى عنده أوديج أي دار أيتام عشان يحنه يبقى فيه مسؤولية اجتماعية أنه يبقى مسؤول عن الناس يعني من هو طفل صغير بتغرزي فيه حب الخير حب التعاون أمنا طبق أكل زمان كان يقولك الطبق ده مش عارفين بتاع مين من قطمة بلف على العمار دلوقتي اللي حول الله قوة إلا بالله والله تلاقي واحد لقدر الله مدفع عماره ما بتعرفيش إلا من ريحة إنه ما فيش حد بقى بيسأل على حد كل الناس قفل على نفسها بيتها طب معلش يعني فين حقوق الجار فين إن الجار يسأل على الجار ويودى ويودى الجار كل واحد بقى عايش في القوقعة بتاعته على فكرة ده اللي بيعمل اكتئاب يعني ضد الطبيعة البشرية ده اللي بيعمل لنا اكتئاب وده اللي بيعمل لنا إن تحسي الحياة بقت مملة ما فيهاش جديد زمان كان مجرد النجارة تيجي تقعد معاك عشر دقايق تشربي معاها قهوة بتاعة وترجع تاني تكملي شغلك وتطبخي فين ده ما بقاش موجود إنت دلوقتي عشان تشوفي قريبك ممكن تعودي بالشهرين تلاتة ومتش عارفة تربطي معادي معادي إحنا كلنا متفقين على المعدة ما بقاش عندنا ده أي حد منه بتلاقيه بيعتذر بالزبط عنده زرور نعتمد على الرسائل والواتساب حتى في المعايدات للأسف ما بقاش حتى بيتصل حد إيه زيك عامل إيه أخبارك خلاص ويرسال على الواتساب كل سنة وانت طيبة معادي مبارك معرفش وخلص الموضوع طيب ده ما بيعززش العلاقات الاجتماعية اللي في الأصل إن الإنسان مخلوق كائن اجتماعي إن ربنا خلقنا لازم نبقى اجتماعيين عشان إحنا بنحتاج له بعض أنا لو ربنا خلقني يعيش لوحدي واخد بك مش أحب المقت مش أحب الناس فالحياة ما بتجمعش إلا بالتعاون والتكافل بيننا وبين بعض وأنا قدمني كنت يتقدميني ونقف أسند تكافل والسند والمساعدة دي تحل محل الدكاترة النفسيين لأن أنا بعض بلاقي السند اللي أتكلم معاه وقف الفضل واسمع نصحته إحنا بنحتاج اتجاه الغرب اللي هو أنا بحتاج أتكلم بروح لأخصائي أو دكتور نفسي وبالي أنت بتشوفي الشباب دلوقتي إحنا زمان يعني كانت حياتنا بقولهم وإحنا في سنكم إحنا كنا نحس الحياة دي كلها بتاعتنا ملكنا إنتوا دلوقتي بقى كل المتوفر لكم مش مبسوطين ومتضيقين وكرهين حياتكم وكرهين نفسكم وكرهين غيركم فيه خلل فيه خلل عندنا وده بنشوفه إحنا في السنوات الدراسة من جيل لجيل من سنة لسنة فعلا بيفرق بس ما نقدرش نعمل لأن فيه ناس ما شاء الله ما شاء الله تحس إن فيه شباب بجد بجد ده بقى المفروض دور الإعلام بقى يحصل إيه؟ بنبرزهم والله يا سندق أيوة تسليط الدوق بنسلط الدوق إحنا كل حلق برنابكنا مبتكرين ومبدعين بنجيب المبتكرين وبنجيب أصحاب المشاريع ورواد الأعمال ومن سيدات ومن شباب ومن كل الأعمار لأن فيهم ناس عايزة تبث الأمل في الآخرين عايزة يشتغلوا يعملوا بس عايزين تسليط الدوق عليهم ده المفروض يكون دور الإعلام تعالوا شوفوا واحد مثلا ممكن يمسك المنطقة بتاعته كلها يقولك أنا جمعت شباب ودهنت الحيطان وعمرت عشرة بيحصل يا فان والله بيحصل على فكرة إحنا بنقول إن إحنا نتمنى مصر تبقى أحسن طبعا مصر لو فيها صفة زمان موجودة إحنا نزود على الصفة مش تروح منها بس ده هدف كلامنا لكن أنا من خلال شغلي أنا بحتاج بناس يخليكوا تحسن إنه لا هي مصر طول ما دول موجودين الحمد لله بخير عمر ومصر طوقة طول ما الشباب دول موجودين والستة المصرية دي موجودة ودلوقتي اتطورت عن زمان إنها بتحاول تجمع بين أكتر من دور دور الأم والزوجة ومربيت الأولاد وصحبة المشروع وبقت متعددة الأدوار فيعني الحمد لله بس إحنا دايما عايزين مصر بس عايزين تصليط الدوق بقى على الناس دي كلها وبنسلط الدوق بس إحنا هو الإعلام مش بس قناة واحدة ولا اتنين هي منظومة متكاملة زي ما حضرتك بتقولي هو مش إعلام بس هو مجموعة منظمات اللازم تعمل مع بعض بشكر حضرتك دكتورة ميسون